ينضم لنا الآن من بيروت المتحدث الرسمي باسم اليونيفل أندريا تينينتي سيدة أندريا أهلا بك معنا ودعنا أبدأ معك بالتساؤل عن وضع قوات اليونيفل اليوم جنوب لبنان هل تعرضت قوات اليونيفل لأي استهداف خلال الساعات الماضية لربما؟ نعم لقد استهدفنا في خلال الأيام القليلة الماضية وهذا الأمر يعد تطورا خطيرا لأن قواتنا قد استهدفت في مواطن عديدة وفي أماكن عديدة ونحن قوات مخصط الحفظ السلام وقد جرح اثنان من أفرادنا وقد ضربوا كذلك على الكاميرات وأطلقوا عددا من المسيرات ضد الأماكن التي يتخذها أو المواقع التي يتخذها جنود اليونيفل وبشأن هذا الأمر هذا يعد خرقا خطيرا ويعد خرقا كذلك للقرار رقم 1701 وكذلك خرق للمهمة الإنسانية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أنت تتحدث ربما عن الحادثة التي وقت قبل عدة أيام ولكن منذ تلك الحادثة هل كان هناك أي استهداف آخر؟ هل رصدتم أي استهدافات أخرى تجاه قوات اليونيفل؟ نعم إذن في الليلة الماضية في أحد مواقعنا على جوار الخط الفاصل تعرض لخرقات وتعرض لدمار كبير وهذه الاعتداءات مستمرة وهذه الاعتداءات هي أمور تشيي بالخطر وهذه القوات هي مهمة مهتمة بحفظ السلام وهي قوات تابعة لأمم المتحدة وقد طلبت منها القوات الإسرائيلية أن نتحرك بعيدا عن الخط الأزرق وهذا الأمر ينبغي علينا أن نظل هناك في هذا الموقع ولكننا نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على قواتنا وعلى قدراتنا بقدر الإمكان لأن قدراتنا هي قدرات قليلة وقدراتنا ليست بهذا القدر الكبير نحن لدينا قوات من 15 دولة ونحن متركزون في جنوب لبنان ولكن ليست لدينا القوة على مواجهة الجيش الإسرائيلي هل ما زلتم تعتقدون بأن قوات اليونيفل تواجه خطرا شديدا؟ هل تعتقدون بأنكم مستهدفون عن قصد؟ أظن أن الموقف واضح من بياناتنا التي تحدثنا بها بشأن هذه الهجمات التي هجمنا بها لقد تحدثنا عن هذه الاستهدفات التي استهدفت بعساتنا فنحن في قوات اليونيفل مهتمون بالحفاظ على قدراتنا وواضح أننا قد هجمنا وهذا الأمر عليه إلزام على الجانب الإسرائيلي أن يضمنوا سلامة قواتنا وأمانها وينبغي علينا أن نقوم بواجباتنا في الحفظ على الأمن والأمان والسلامة في هذه المنطقة نحن في موقف صعب للغاية ولكننا كذلك لدينا القدرات وقدراتنا ضعيفة ومحدودة إلى قدر كبير هل طلب منكم التراجع كما يقال إلى خمسة كيلومترات عن الحدود والبقاء في مناطق محمية كما يتحدث الجانب الإسرائيلي هل أنتم بصدى تغيير مواقعكم سيد أندريا؟ كما قلت سابقا نحن طلب مننا هذا الأمر طلب مننا أن نتقل ونغير مواقعنا وهذا الأمر واضحا ولكن مجلس الأمن هو الذي يقرر إلى أين نتحرك وليس من وظيفة أي دولة من الدول الأعضاء أن نتوجه لنا أوامر نحن نتلقى أوامرنا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيد أندريا دعنا أسألك عن موضوع نوع الاتصالات بينكم وبين الصليب الأحمر اللبناني لأن هنا نتساءل هل يتم إبلاغكم من قبل الصليب الأحمر اللبناني عن تحركاته وقوافله عند الحدود لأن هناك اتهامات إسرائيلية اليوم لحزب الله باستخدام سيارات الإسعاف في نقل الأسلحة هذا أمر خطير آخر بشأن بعثاتنا لأن الأنشطة هذه الأنشطة إذا كانت الجهات اللبنانية تنفذ بعض الأنشطة ونحن نقوم بأداء عمالنا في القرى المحاذية للحدود ونلبي الاحتياجات الأساسية لهم نحن نلبي الاحتياجات التي يحتاج إليها القوات الإسرائيلية لها تحركاتها في المنطقة ونحن لنا تحركاتنا في المنطقة لأغراض إنسانية ونقدم عملنا ونقدم خدماتنا في ظروف غير آمنة تماما وهذه قضايا خطيرة تواجه البعثة الأممية ونحن في تقديم خدماتنا نقدمها وفقا للمعايير المتفق عليها والمتعرف عليها ونحاول أن نصل إلى أهالي المنطقة على قدر ما نستطيع ولكننا ما زلنا نحتاج كذلك إلى أن يضمن جميع الأطراف أمننا وسلامنا وسلامتنا لكي نستطيع أن نقدم خدماتنا ونحتاج هذه الضمانات منهم لأن الموقف صعب ويشغل بالنا كثيرا هذا يعني سيد أندري أفهمينك بأن الصريب الأحمر اللبناني ينسق كل تحركاته معكم أو يبلغكم على الأقل بكل تحركاته نعم من المهم أن يجري هذا التنسيق مع كل الجهات وهذا الأمر مهم خصوصا حين تتعارض المصالح بين الأطراف وهذا الأمر مهم لنا لضمان سلامة الجميع وهذا من المهم لنا أن ننسق وأن نسعى للحفاظ على أمن وسلامة جميع الأطراف وأن نضمن سلامة هؤلاء الذين يقدمون المساعدات في هذه المنطقة ولكن هذه الأنشطة هي أنشطة محدودة بقدر كبير وبالحديث عن أنشطة سيد أندريا ضمن إطار مهمة قوات اليونفل دعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار جنوب لبنان كان هناك أيضا أنباء عندما تم استهداف قوات اليونفل أيضا بأن هناك مقتل جنديين من الجيش اللبناني إثر القصف الإسرائيلي ما تعليقك في هذا الإطار؟ هل كل هذه الاستهدافات مقصودة؟ مرة أخرى هذا تطور خطير وهجمات خطيرة وقعت ضد الجيش اللبناني وأريد أن أذكركم بأننا ليس من وظيفتنا أن نزيد من اشتعال هذا الموقف فالجيش اللبناني علي أن يحافظ على حدوده وعلي أن يحافظ على الجيش اللبناني كذلك أن يحدد أماكن انتشاره والجيش اللبناني موجود في الجنوب وتوجد بعض الخروقات الخطيرة وهذا الأمر مهم لكل طرف أن يفهم هذا الموقف الذي فيه الجيش اللبناني حاليا يحتاج إلى أن ينتشر في الجنوب في جنوب لبنان بنهاية هذا الصراع وعودة الجيش اللبناني إلى الجنوب يأتي أو يبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل الطراب اللبناني في جنوب لبنان مهام اليوني في المنصوصة عليها في القرار 1701 سيد أندريا ما مصير هذا القرار من منظورك اليوم القرار رقم 1701 ما زال ساريا وسيظل ساريا لأن البعثة الأممية تواجه كثيرا من التحديات علينا أن نضمن الأمن والأمان والسلام في الجنوب اللبناني وعلينا أن نهتم بتوفير حل لهؤلاء الذين يعيشون في الجنوب وكذلك أن نخلع المنطقة من الأسلحة إلى منطقة نهر الليطاني هذا الأمر منصوص عليه في القرار قرار الأمم المتحدة 1701 حدوة على جميع الأطراف أن تحترم هذا القرار ونحن نساعد جميع الأطراف على الالتزام بهذا القرار وتنفيذه وهناك انتهاكات كما فهمت منك اليوم سيد أندريا لهذا القرار هل لديكم أي تحركات أو إجاءات تطالبون بها أو بصدد اتخاذها في ظل هذا الاستهداف تحديدا لقوات اليونفل اليوم نعم القرار 1701 ما زال ساريا وإذا ما أدخلت عليه تعديلات فإن الدول الأعضاء عليها أن يتم هذا التعديل من داخل مجلس الأمن وليس من أي جهة أخرى نحن هنا في جنوب لبنان ووظيفتنا أن نضمن تنفيذ هذا القرار القرار رقم 1701 وهذا القرار ما زال ساريا حتى الآن وأنا تحدث هنا عن موضوع الاستهداف لقوات اليونفل قبل عدة أيام تحديدا في هذا الإطار وقلت بأن هذا تطور خطير وما أقصده هل أنتم بصدت ربما تقديم أي شكوى أو دعوة أو ما إلى ذلك هل هناك من أي تحركات أنتم اليوم بصدت توجيهها ولمان بالفعل نحن قدمنا شكوى وكانت بياناتنا واضحة وكانت شكوانا ضد الأطراف التي هاجمتنا ونحن بعثة أممية ونحن نعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وبياناتنا كانت واضحة ونحن نقدم عملنا وفقا للقانون الإنساني الدولي في حدود قدراتنا وفي حدود التزاماتنا بصفتنا قوة مكلفة بحفظ السلام في الأماكن التي يعهد إلينا فيها بذلك شكرا لك سيدة ندريا تينانتي المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل كنت معنا من بيروت شكرا لك